اجتماع معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة بسعادة اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن وذلك بحضور سعادة السيد إيان لينسي مستشار بمجلس التنمية الاقتصادية وحيث جرى خلال الاجتماع مناقشة مخرجات الزيارة الرسمية الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله إلى المملكة المتحدة خلال الشهر يوليو والمنصر بالإضافة إلى آخر ما توصلت إليه اتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة على هامش الزيارة كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية للتعاون والاستثمار وتبادل الخبرات والمهارات في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية وطرح أحدث التقنيات في القطاع المالي رغبة في تعزيز التعاون البناء وتوفير فرص نوعية للمستثمرين من كلا البلدين الصديقين هذا وقد أشاد سعادة عمدة الحي المالي لمدينة لندن بعمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين مختلف المؤسسات المالية والتي تاتي من حرص البلدين الصديقين على دفع عجلة التعاون وفتح أفاق أكثر شمولا تعود بالنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين